طوق الحمامة في الحب وفي المشاعر وفي الإحساس وكيف نشعر وكيف نحب وكيف شعر المحبين يعني أشياء من هذا القبيل كلها تلاقيها موجودة داخل هذا الكتاب وبعدين بيتكلم بصيغة نقدر نقول إنها قديمة معصرة يعني نوع المشاعر وتصنيف المشاعر وتقييمها لم يختلف كثيرا من هذا الزمن وحتى الآن هذا الكاتب الكبير الذي كتب طوق الحمامة هو ابن حزم الأندلسي وزي ما قلت لحضراتكم ابن حزم الأندلسي أخذ عليه ورد عليه وأخذ منه ورد عليه يعني أشياء من هذا القبيل أيضا ولكن يبقى إنه ترك تراث رائع جدا لا يختلف عليه في كثير من الأوقات منه طوق الحمامة منطقينا لحضراتكم طوق الحمامة هذا الكتاب الملهم والجميل ولبعد وحضراتكم لقرأته بالتفصيل مش بس الاستماع لمعلومات عنه وعن ابن حزم لأنكم ستجدون فيه الكثير من المفقودات بالنسبة لكم أو ربما تجدوا فيه ضلتكم النهاردة هيكون الحوار عن طوق الحمامة لابن حزم مع دكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين جماعة الأزهر دكتورة نهلة يعني حضرتك أستاذة في البلاغة وفي النقد ومنورنا ومنورة الدنيا كلها ربنا يحفظك ربنا يحفظك ويبايد فيك دكتور خلينا نبدأ من ابن حزم فقيه وعالم ومجدد وباحث وفيلسوف وكاتب ومفكر يعني إبداع وبحث وتقصي في مجالات مختلفة لو حبيت أبدأ من بداية ابن حزم وبزوغ نجم ابن حزم نعم طبعا زي ما تفضلت حضرتك ابن حزم يعني موسوعة ثقافية علمية قل أن نجد مثلها لا شك أن البيئة التي عاش فيها ابن حزم كان لها تأثير كبير جدا في حياته ودائما ما تكون البيئة لها ترسم يعني معالم وإيحاءات للتفكير الثقافي والعقلي والفكري وده ما تحقق في ابن حزم فلو لاحظنا الخمسة وعشرين سنة الأولى في حياة ابن حزم كانت أطوار مختلفة متنوعة أول حياته كان تربى المعلم الأول كان في حياته هو النساء فتربى في هذه البيئة وكانت مؤثرة فيه بشكل كبير جدا ومنها كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف كان نتاج لهذه البيئة التي عاشها ابن حزم وهو يتحدث عن نفسه يقول لقد شاهدت النساء وخبرت من أسرارهن ما لم يعلمه أحد غيري فربيت في حجرهن ونشأت بين أيديهن ولم أجالس الرجال إلا وأنا في حد الشباب فالفترة الأولى من حياته قضاها مع المرأة كانت المعلم الأول له يقول أيضا هنا من علمنا القرآن وروينا الشعر ودربنا على الخط فهذه الحياة التي عاشها مع النساء العشر سنين الأولى من حياته أو الاثنشر سنة الأولى من حياته كان لها تأثير كبير في حياة ابن حزم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة أخرى مخالفة لهذه المرحلة عندما كان يذهب مع والده ويجالس الخلفاء ويجلس في مجالسهم ويستمع إلى أشعار الأدباء نتطرق إلى الوالد حتى يطلع المشاهد عن سبب وجوده في قصور وبلاط الحكام نعم لأن والده كان وزير فعاش عيشة رغدة مرفها وعاش مع أخيه الكبير في قصر والده وعندما بدأ في الثاني عشر كان والده يستصحبه إلى مجالس الخلفاء يسمع الأشعار والأدب وكان يناقشهم وكان يعجب بهذه الأشعار ويتفاعل معها بعد ذلك حدثت شيء مختلف آخر في حياته عندما حدث في قرطبة البلد التي كان يعيش ويحيا فيها نعم حدث فيها الفتن والقلاقل والإضطراب خرج من هذه البلدات في نهاية ملوك الطواف نعم نعم فدكت نقلة أخرى في حياته وعندما سجن واعتقل وعندما عاد مرة أخرى إلى بلده فهذه الحياة المختلفة والأطوار المتعددة يعني أثرت كثيرا في ابن حزم فمما كان له أثر يعني عاش تقلبات كثيرة عاش حياة الرغدة وعاش حياة التقشف حياة السجون حياة المعتقل يعني كل هذا مما جعل عنده ذلك النضوج الفكري والثقافي والعقلي وأصبح موسوعة كتب في كل العلوم لم يترك كتب في الميلة والنحل في التفسير في الفقه في الحديث في أصول الفقه في الأنساب يعني فبحق كان كتب في الحب طوق الحمامة يعني فهذه البيئة التي عاشها ابن حزم كان لها أثر كبير جدا في حياته لو تطرقنا لابن حزم والشق الخاص بالحب حضرتك ذكرت لفتة مهمة وهي أنه يعني روبيا في حجر النساء إن جدا للتعبير أو كما تحدث وأيضا الشق الآخر مروره بحالات الحب اللي تحدث عنها ممثلة في الزوجة منية القلب أو أمنيات الأمنيات بالنسبة له كما ذكرها أيضا على هذا الإطار أو في هذا السياق هذا الجماع الشعوري كان الناتج عنه طوق الحمامة في هذه الصورة وهذه البلاغة أم أن هناك تجارب أخرى أسقطت داخل طوق الحمامة نعم وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما كتاب أولا في لغته ثانيا في كتاب جمع كتلغة لغة شعرية جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح السرد كان عندما كان يحكي هذه القصص من واقع قصص حقيقية حدثت وتجارب الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب من أول بداية هذا الكتاب وتسميته الانزياح في الدلالة وفي التراكيب فهذا الكتاب كانت لغته لغة شعرية متميزة أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا يعني يبدو فيه عقل ابن حزم الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب وإنما تحدث من واقع حياة معاشة مجربة وهذا ما يميز هذا الكتاب يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها خاصة عندما كان يعني عندما تربى مع النساء كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه وكنا يفضفدن في الحديث معه ولا يتحرجن أبدا من أن يطلع ابن حزم نعم على أسرارهن فكون ثقافة واسعة عريضة وخبر بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه كل هذا مما شكل هذا الكتاب فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب وحتى في التبويب يا دكتورة التبويب بتاع الكتاب والمسميات بتاعته أيضا بليغة جدا نعم وقال أنني كتبت هذا الكتاب على ثلاثين باب يعني تحدث فيه أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها ولكن كان فيه باب علامات الحب باب الحب من النظر الأولى الحب بالوصفة الحب في النوم الحب بالنسانة الحب في النوم كل حالات الحب بالنسانة نعم ذكر حالات كثيرة البين والهجر والوصل والغدر والخيانة والواشي تحدث عن الواشي تحدث عن الرقيب تحدث عن العاذل تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الحب أعوان المحبين نعم يعني تحدث عن أشياء لم يترك شيء إلا وتحدث وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو يعني كان ناقد جيد جدا محلل جدا نعم بعض الأشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل ويحكي من حياته ومن حياة الآخرين أخذ على ابن حازمة في وقته هذا الكتاب؟ أخذ عليه لا أتذكر أنه أخذ عليه لأن هذا الكتاب هو كان لا يتعارض يعني جاء هذا الكتاب يعني مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق بها الإنسان يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اترارية وأي إنسان لا بد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر فابن حازمة أكد على هذا وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فهذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح فلا يمكن أن يؤخذ على ابن حازم مثل هذا الأمر لأنه جاء موازنة بين الأمرين في بعض المحطات من ناقدي شخص ابن حازم أو فكر ابن حازم قيل أنه كان يأخذ بظاهر نص وهنا لم يأخذ بظاهر نص وإنما أبحر في تفسير النصوص في صناعة هذا الإسقاط الذي صنعه على محتوى كتاب طوق الحمام لا هو ابن حازم كان في الأول مذهبه مالكي ثم بعد ذلك المذهب الشافي ثم بعد ذلك المذهب الظاهري الذي يأخذ بظاهر الآيات وهذا تحفزا منه على الشريعة وأنه لا ينبغي إلا أن نأخذ بظاهر الآية وأن نطبقه أما هذا الأمر ليس في الكتاب يعني ما تعرض لشيء من العقيق بشكل فنك نعم وإنما هو كان يحكي قصص عاشها وحكيت له أو هو شاهدها بنفسه واتطلع عليها أو كان يعرفها من الأصدقاء وفي كل باب له حكايات كل باب من هذه الأبواب له حكايات وبعد ذلك في نهاية هذا الكتاب حاول أن يجسد في إطار من الشريعة وفي آخر الأبواب نجده يتحدث عن الموت وعن العفاف والتعفف في الحب وحتى أنه سمى باب بهذا الموضوع واستدرك فيه الكثير من الآيات القرآنية يعني في باب مثلا فضل التعفف بعد أن صرد قصص وحكايات لأصدقائه وحكيت له على سبيل المثال مثلا عندما كان يحكي قصة أن صديق له وكان يجمعهما صداقة وهذا الصديق كان استدعاه ليتلقى معه العشاء ثم بعد ذلك جاءه أمر عارض خارج المنزل فاضطر للذهاب إليه وبعد ذلك امرأت هذا الرجل وقع في نفسها حب ذلك الفتى الشاب الجميل فاستدعته فوضع أصبعه على النار وقال لها جريبي يعني فما بالك بنار الآخرة ثم بعد ذلك راودته مرة أخرى فوضع أصبعه مرة أخرى حتى احترقت سبابته وهو إذ يحكي هذه القصص وغيرها من القصص يعني بعد ذلك يذكر في نهاية هذا الفصل بعض الآيات القرآنية التي تدعو إلى العفة والفضيلة وإلى تذكر اليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم وذكر عدة آيات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يوم تبدل الأرض غير الأرض ذكر أيضا آيات كثيرة تدل على أن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل هذه الآيات حشدها حجدا في هذا الفصل كما أنه حشد من القصص كم من القصص التي كانت هناك ما يدعو إلى المعصية ولكن كان هناك وقف مع النفس سواء من الرجل أو من المرأة فذكر مرة قصة للرجل الذي وضع أصبعه ومرة قصة لمرأة أخرى عندما دعاها كانت تحب شاب وكان يحبها وعندما خل لهم الجو في يوم من الأيام دعاها فذكرته بالآخر وباليوم الآخر فما لبث بعد هذا الوقت إلا وجمعهم الله في الحلال فهكذا كان ابن حزم لا يتجاهل المشاعر الإنسانية لأننا كما قلنا فترة ومع ذلك يضبط هذه العلاقة وفق ما جاء في القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاصرة هذا الكتاب كل هذه السنوات وحتى الآن ونجد في البحث على وسائل الإلكترونية والإنترنت وغيره نجد أنه بين الترشيحات أو في قائمة الترشيحات للقراءة في تصور حضرتك لماذا يستمر هذا الكتاب على قائمة الترشيح للقراءة عن الحب ومثل هذه الحالة الشعورية حتى الآن؟ نعم لأنه كتاب مميز هذا الكتاب كتاب مميز مميز في شخص من كتبه وهو ابن حزم لأنه كان بالفعل شخص يعني عقله وقلبه وعواطفه وأحاسيسه وميزة هذا الكتاب جاءت من وأهميته من أشياء كثيرة جدا أولا أهمية هذا الكتاب من أن ابن حزم لم يكن متحفظا وعبر ما جدت به نفسه وقريحته وعاطفته وأحاسيسه ومشاعره ولم يخفي يعني حتى في مطلع كتابه هو يقول أن الحب من أسمى المعاني وأجلها وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة أعلنها صراحة أن هذا مما تدعون إليه النفوس السوية وأن الحب من أسمى المعاني وأجلها وأرقها وأدقها وألطفها وأن هذه العاطفة تدخل القلب بدون استئذان فهو لم يتحرج من أن يقول مثل هذا الشيء فجاء كتابا عفويا جاء ملبيا للمشاعر الإنسانية ضابطا لها أيضا وثق الشريعة الإسلامية استمد هذا الكتاب أهميته من يعني جاء ابن حزم معبرا فيه عن نفسه معبرا فيه عن المجتمع وعن البيئة الأندلسية نعم العصر وعن كيف كان يعيش الحكام والملوك والرؤساء وما الذي كان يدور في داخل البيوت وأسرار البيوتات صحيح فقافة المجتمع الأندلسي في هذا الوقت نعم وكيف كانت الطبقة الراقية كانت تعيش حياتها ولا تتجاهل مثل هذه المشاعر هذه أسرار كشفها وقد قال ابن حزم في كتابه لو لا أن هذا ستر لم يبح في بعض الأوقات بالشخصيات وإنما كان يذكرها بدون أصحابها أيضا استمد هذا الكتاب أهميته من يقرأ هذا الكتاب قراءة دقيقة يجد أننا نستشعر حال المرأة في ذلك العصرة كيف كانت تعيش المرأة وكيف كانت سلطة المرأة وكيف تمتعت بالحرية في ذلك العصرة وما هي الوظائف التي كانت تقوم بها المرأة فهذا الكتاب جاء مزيجا من أشياء كثيرة جدا من كونه كتاب يعبر عن شيء جميل نحن نحبه جميعا ونحب دائما أن نتحدث عنه ولا يمل منه لا الصغار ولا الكبار ولا الشباب ولا الفتيات حتى الشيخ الكبير والشخص الكبير نعم وعندما يستدعي ماضيه ويتذكر جولاته وصوالاته ويرجع وكأنه شباب فهذا الموضوع لا يمل من الحديث فيه أحد وعندما تناول ابن حزم هذا الموضوع لم يتناوله مثل من سبقوه وإنما تناوله بهذه الطريقة الجميلة التي ليس فيها كبتل المشاعر ولكن فيها ضبط وقمع لهذه الشهوات أنا بشكر حضرتك على حلاوة الحديث والحكي وعلى علمك الغزير نورتيني ضفتي الكريمة دكتورة نهلة السعيدة عميد قلية العلوم الإسلامية طلاب الوفدين بجماعة الأزهر واللي بسعد باستضافتها دائما شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا شكرا مع حضرتكم من هذه الوقفة الممتلئة بالحب وبشعور المحبين وأيضا بحكايات من التاريخ الأندلسي يعني تقرأ هذا الكتاب فتجد نفسك في بلاط الحكام في هذا التوقيت من عمر الدولة الأندلسية وأيضا تجد نفسك في شوارع الأندلس تقرأ الحكايات كيف كان يحب الناس في هذا الوقت كيف كانت تشعر النساء والرجال كيف كان التفاعل بينهم وأيضا تجد الكثير من أفكار ابن حزم الحقيقية التي ربما صنفت في مجالات أخرى أو في أمور أخرى بشكل مختلف كيف كانت فلسفة ابن حزم في الحياة تبدو بازغة جالية في هذا الكتاب اللي بنضع حضراتكم لقرأته بضم صوتي لصوت الدكتورانة هل أشوف حضراتكم بعض الفاصل في صالون المساء مع قصوى شكرا للمشاهدة